قدم القسم الجوي في كلية الأركان عرض القوة الجوية السنوية الرابعة لدورة الأركان المشتركة الثمانية وسبعون وحضر العرض معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وأمين سر دارة التدريب وعددا من عمداء الكليات وضباط الجيش العراقي وتضمنت فقرات العرض والوقوف لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق ويلقاء كلمات بالمناسبة وعرض فيلم وثائقي عن أسلحة وواجبات القوات الجوية العراقية والقوة الجوية في بعض دول العالم والدول العربية وتم توزيع الهدايا التقديرية على نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية لجناح الطيران قبل عام 2003 واستعرضت بعض طائرات القوة الجوية وطيران الجيش في مكان العرض وعسف سلام الأمراء اليوم كان عندنا عرض القوات الجوية التي تقيمها كلية الأركان أحدى تشكيلات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية دائرة التدريب هذه عروض تقيمها الأقسام الأجنحة الجوية والبرية والبحرية سلسلة العروض التي تقدمها وكانتوا كان العرض شيق ضمن القوات الجوية للدول المجاورة والدول الأقليمية والدول المتقدمة وكان عرض شيق ضمن تفاصيل الطائرات والقوات الجوية للدول الكبرى والدول الأقليمية وكذلك القوات الجوية العراقية هذه سلسلة العروض التي تقيمها كلية الأركان سنويا للدورات الأركان المشتركة اللي يشتركون بها كل الطلاب ولكن كل قسم بقسمة وشفتوا اليوم كان عرض القوات الجوية عرض شيق ومختلف عن العروض السابقة مزيد من التقدم والتوفيق لكلية الأركان المشتركة والعروض اللي تقدمها ولجهود الطلبة في دورات الأركان المشتركة ضمن مفردات منهج دورة الأركان المشتركة 78 عروض الصنوف اليوم كان عرض القوات الجوية بصنوفها ثلاثة القوات الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي ضمن العرض شرح وافي وكافي للقوات الجوية العراقية ودول الجوار والعالم مثل هذه الفعاليات مهمة جدا ولها تأثير كبير على الطلاب في توسيع مداركم هذه السنة كان العرض مميز بحضور نخبة من طلاب الكلية العسكرية الأولى للاطلاع على هذه الفعالية قدمنا اليوم عرض القوات الجوية الرابع لدورة الأركان المشتركة 78 عرض يتخصص بتقديم الإمكانيات والأدوار واجبات الدول العالم قوة جوية دول العالم ودول الجوار وكذلك الدول الإقليمية من خلال هذا العرض ننطي طابع وإضاح لإمكانيات طائرات العالمية الموجودة من قوة جوية وطيران جيش وكذلك إمكانيات صواريخ الدفاع الجوي الموجودة بدول العالم ضباط دورة الأركان المشتركة تحدثوا عن أهمية عرض القسم الجوي الرابع لضباط الدورة والإطلاع على عمل وأمكانيات وتأريخ وتسليح القوة الجوية في دول العالم لغرض الاستفادة منها في فترة الدورة قدمت اليوم كلية الأركان بالقسم الجوي الدورة 78 عرضها الجوي الرابع طبعا يضمن هذا العرض عرض القوات الجوية العالمية بكافة تسليحة القوات الجوية طيران الجيش الدفاع الجوي طبعا هذه المعلومات ترفض ضباط الركن الموجودين بالجيش العراقي والجيش بصورة عامة معلومات عن التسليح ومدى وصول القوات العالمية من تطور ومن مدايات وآفاق مستقبلية قدمت كلية الأركان اليوم عرض القوات الجوية الرابع الذي تضمن عرض الأسلحة كافة أسلحة القوات الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي العراقي إضافة إلى الأسلحة الدول الجوية من قوات الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش من كونية الأركان لإعلام مزارة الدفاع صباح الخزعلي